أكدت الجمهورية الإسلامية مجددا أنها تريد توقيع على اتفاق نووي جيد مع القوى الكبرى وحسب قاعدة الربح المشترك يتي ذلك بينما بدأ وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع الإيرانية زيارة إلى موسكو للتنصيق المشترك حول الملف النووي والتباحث بشأن تطوير التعاون الدفاعي تستمر المشاورات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى لكتابة نص الاتفاق النووي بينما أكدت طهران رفضها أي خطوة خارج إطار القوانين والأعراف الدولية فيما يخص القضية النووية والمفاوضات الجارية حولها وقال مساعد رئيس منظمة الطاقة الدرية الإيرانية أصغر زارعان أن وقف البرنامج النووي السلمي لإيران أمر تم منعه من قبل الإمام الخامنائي وأن إيران ستستمر في تخصيب اليورانيوم في حال وقعت على اتفاق نووي وأن منشأة فوردو أيضا سيستمر في نشاطه من جانب آخر عرب نائب وزير الخارجي الروسي سيرجي ريباكوف عن اطمئنانه بأن القوى العظمى وإيران يمكن أن تتوصل إلى الاتفاق النهائي بحلول الثلاثين من يونيو الحالي معتبرا أن المباحثات تجري بنجاح وفي الشأن نفسي أكدت إيران وروسيا على استمرار التنسيق المسترك بين الجانبين بشأن الملف النووي بغية التوصل لاتفاق النهائي وقد تم الإعلان عن زيارة لنائب وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إلى روسيا للتباحث بشأن السوب لتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين وتسليم منظومة S-300 الصاروخية إلى الجمهورية الإسلامية